أعلنت عنها ليست فقط هذا المركز الذي ذكرته أنت سابقا ولكن تدولتها بقوة وسائل الإعلام المحلية التونسية والدولية كما تدولها أيضا الشارع التونسي والناخبين هنا في تونس ولكن كما قلنا سابقا كان لنا كلام مع أعضاء من الهيئة العلية المستقلة للانتخابات وكذلك مع السيد رئيس الهيئة قال بالحرف الواحد بأن كل هذه النتائج التي يتم الإعلان عليها ليست نتائج رسمية والهيئة هي الوحيدة المخاولة للإعلان على هذه النتائج فتجدر الإشارة بأن الهيئة ستعقد بعد قليل على الساعة العاشرة ندوة صحفية ستزيل كل هذا اللبس وستزيل كل هذه الضبابية وتعلن على النتائج النهائية ولكن ولكن إلى حد كبير قيل لنا بأن هذه النتائج هي التي ستعلن عنها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وتجدر الإشارة كذلك زميلي نصر أن هذا المعهد الذي كنت تكلمت عنه أنت كان قد أنذر من طرف الهيئة المستقلة للانتخابات لدخوله في مواضع أطرت سلبا أو أطرت ووجهت الناخبين خلال العملية الانتخابية وبالتالي تبقى كلها نتائج ليست رسمية ولو أنها تدولت بشكل كبير هنا في تونس نعم أنت تتحدث عن معهد سيغما كونساي المعروف في تونس بتقديمه لدراسات وبعض القيام بعملية سبر الأراء منذ سنوات نتذكر النتائج التي كان يتحدث عنها عن إمكانية أن يتصدر يوسف الشاهد للمشهد وشوفنا النتيجة أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة لم يتحصل إلا على 7.5% هناك جزئية مهمة فاهم حب ذال وتحدثنا عنها هي قصة الوثيقة التي راجت بين التونسيين يوم أمس والتي قيل أنها تتحدث عن توجيه الناخبين الذين ينتمون لحركة النهضة باتجاه التصويت للشيخ مورو أو لقيس سعيد وهو ما لفته الحركة رغم هذا الوثيقة راجت تقريبا الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت تونس أليس لها تأثير نوعا ما من أجل توجيه الناخبين نعم زميل النصر هذا السؤال كنا طرحناه كذلك على رئيس الهيئة وقال لنا بأن فيه تجاوزات أكبر من هذا وبصدد التعامل معها وستعاقب كل المترشحين الذين يتجاوزون قانون الانتخابات وكل المترشحين أو معاهد استطلاع رأي العام التي تتجاوز قوانين الانتخابات والتي تقوم بأعمال وتصرفات من شأنها أن توجه ناخبا إلى مترشح على حساب آخر ليس فقط حركة النهضة ولكن هذا التصرف سجل بانطرف العديد من المترشحين بقيامهم بتصرفات حالة دون شفافية العملية الانتخابية ولو أن وسائل الإعلام هولت كثيرا من هذا الموضوع ولكن نحن نتكلم بصفة رسمية ننقل المعلومات التي تنقلها المخولة قانونا للكلام عن الانتخابات وعن النتائج وعن مجريات العملية الانتخابية أما المقالات الإعلامية والنتائج التي تعلن عنها معاهد الاستطلاع رأي العام هنا في تونس تبقى نتائج أولية ولكن التجاوزات سيتم التعامل معها من طرف الهيئة بكل صرامة والنتائج النهائية كما قلت سابقا أذكر بأن الهيئة ستعلن عنها في حدود الساعة العاشرة صباحا في ندوة صحفية ستزيل كل هذا اللبس وتزيل كل هذه الضبابية ولكن المشكلة الأكبر الآن هنا في تونس هو الحديث على نبيل القاروي لأنه رح يكون خليني نقول زميلي ناصر صدام بين شرعية قضائية وشرعية شعبية القضاء في تونس مستقل لكن الشعب اختار نبيل القاروي رح يكون مشكلة كبيرة من الخروج من هذه الأزمة الحقيقية نبيل القاروي انتخبه الشعب وهو يتواجد وراء القضبان هذا هو المشكلة الآن في تونس وهذا هو حديث وسائل الإعلام وحديث كذلك الشارع التونسي حول مصير الانتخابات التونسية بعد هذه المفاجأة من صح التعبير إن كانت مفاجأة ورسمتها الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات شكرا لك فاهم ابو عبدالله كنت معنا على المباشر في انتظار تدخل القادم إن شاء الله لمعرفة النتائج الرسمية التي ستعلن عنها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ابي تونس شكرا لك فاهم ابو عبدالله ختام هذا الموجز إلى اللقاء شكرا لك شكرا لك شكرا لك